مرة أخرى يعود إلينا الآن عبر الهاتف سيد فارس الحميري الكاتب الصحة في اليمن من هولندا سيد فارس أرحب بك مرة أخرى نعم إذن سؤالي إليك مرة أخرى عن جهود المبعوث الأممي إلى اليمن يقوم في هذه الأثناء بجولة لمحاولة حل النزاع اليمني كان في روسيا تلتها الإمارات والآن هو في سلطنة عمان كيف تقيم جهود المبعوث الأممي سيد فارس بالنسبة للمبعوث الأممي أعتقد أنه لا يحمل أي جديد في هذه المرة تحركاته ربما خلال الفترة الماضية كانت تناكله تحركات كثيرة وواسعة في المنطقة خاصة على تلك الأطراف المؤثرة في الملف اليمني الذهاب المبعوث الأممي هذه المرة بعيدا إلى روسيا أعتقد أنها غير مجدية وغير جدية في هذا التوقيت الحالي ما الذي يمكن أن تفعله روسيا؟ الدور الروسي معروف تياها اليمن هناك موقف عائم لموسكو تياها للقضية اليمنية موسكو كما هو معروف مرتبطة بشكل أساسي وبشكل وثير بعلاقتها مع طهران وإلى جانب أن الحكومة اليمنية هي ربما قد تماهت خلال الفترة الماضية في علاقة في أي وساطات روسية تياها الملف اليمني الروسيا وموسكو بالتحديد موقفها واضح تياها القضية اليمنية وهو موقف ربما يشبه إلى حد كبير موقف الأمم المتحدة وتحركات المبكوث الأممي في هذا التوقيت وذهبه بعيدا إلى روسيا وثم إلى حاليا ربما في مسقط أعتقد بأنها غير مجدية يجب أن يكون هناك بشكل مباشر مع الأطراف المؤثرة في الملف اليمني الأطراف المؤثرة في الملف اليمني كما هو معروفيا السعودية التي تقود التحالق العربي في الأمم وطهران التي ربما تدعن بشكل مباشر الحوتيين نعم نعم ما وضحت صورة كنت ضيفي عبر الهتف من هولندا سيد فارس الحميري الكتفة الصحفية اليمنية شكرا لك